السلام عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم اليوم الوصفة ديال بغرير بغرير غني على التعريف كل مغربية قد عرفت ديرو غي بغيت نشارك معاكم هاد الوصفة جوش كيسان ديال السميد نمسكاً ديال الفورس مع القهيا كبيرة ديال الخميرة مع القهيا كبيرا ديال الجميل حلوة مع القهيا ثلاثر سميداוב نغرب لها نزيد عليها الفورس نغرب له معاهم ومن بعد نزيد النواشف كلها نخلطها معا بعد عندك الخميرة الفورية معلقة صغيرة ديال الملحة ونخلطهم زيان هاد النواشف بوحدتها نضيف الملحة ونضيف ملحة وانا سعيد ثم نضيف الوقت ونضيفه ونضيف كل شيء سميمه ونزيد الماء الماء سوف نضيف كسان في الأول نخلطهم جيدا ثم نزيد الثالث ويتخلط كل شيء جيد ونضيف كسان والخميرة جيدة نضيفا إلى الماء ونضيفها في الخلاط الكهربائي ونضيفها الثالث ثم نضيف نضيفة ١٤ كاس ونزيد الماء كل شي كاي عرفها المهم ري بغيت نشاركها معاكم ونتمنى تعجبكم وتشاركوا معايا في القناة وتشجعوني أنا بقى مبتدئة كانت منى نحقق الشروط ديال اليوتيوب الف مشترك و خمسالاف ساعة هده العام غد ناخد الخليط نديره في الخلاط الكهربائي ونطحنوه مزيان نزيد هذيك المعالقة ديال الخميرة ديال الحلوة ونخلطوه مزيان تيكون في هذيك الفقاعات اللي كيديرها الفوق من بعد ناخد مقلاء ما تكونش مستعملها لحاجات اخرين وتكون متخصصة للبغرير نعمل فيها شوية الخليط وتكون الحرارة مجهدة على عافية مرتفعة انتم ما كتشوفو كيبدأ كي يعمل في هذيك تقابي يعني الوصفة ناجحة 100% كنخلي واحدة كي يطابع لها مهلو من بعد كتنقصي الحرارة وهذه هي الوصفة انتم البغريرة كلها 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 متقبع الحمد لله هيا نجحات الوصفة ونتمنى تنال اعجابكم وتشاركوا معايا في هذي القناة وتشجعوني وتعملوا لي اللايك انا بقى مبتدئة ونتمنى تساعدوني باش نحقق هات الشروط الف مشتريك و وخمسالاف ساعة في الاول راه صعيب يعني ماشي ساهل ونتمنى منكم تشجعوني 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 واناها هي البغريرة ناجحة 100% محمرة ملتحت انا كيجبني يكون محمر شوية ملتحت ناجحة وشكرا لكم على المتابعة من بعد ندهنوه بزيت زيتون ونقدموه مع عسيلة واحد البغريري الداتي وبصحة والراحة وشكرا على المتابعة اشتركوا في القناة